انتهت همروجة الخطط الأمنية التي لم تلق القبض على أحد من الرؤوس المطلوبة الكبيرة فعادت المياه إلى مجاريها وعاد الخاطفون ليتسلوا بالساحات الآمنة ففجر الخميس خطف الشاب مارك الحاج موسى على طريق مزرعة يشوع في قضاء المتن في أثناء عودته إلى منزله في بكفية بعدما غادر منزل صديقه في المطيلب كاميرات المراقبة في أحد المحال رصدت سيارة مارك وسيارة خلفها تطاردها لكن لم يعرف بعد كيف جرى خطفه وسيارته ليتم العثور عليها وهي من نوع تويوتا كروزر في منطقة مجد الترشيش الجيش اللبناني نفذ نهارا عمليات دهم في حي شروني في بعلبك ولكن حتى الساعة لا أثر لمارك ولا للجهة الخاطفة حاولنا التواصل مع العائلة في منزلها في بكفية لكن الوالد ألان رفض الحديث إلى الكاميرا خصوصا وأنه لم يطلق اتصالا من الخاطفين بعد هذا وقد اقتضت الفيلا بالأقارب والأصدقاء وقوى الأمن الداخلي بالعودة إلى مكان الخطف وهو الطريق العام في مزرعة يشوع يعيش أهالي المنطقة حالا من الغضب على مشهد الخطف الذي استهدف منطقتهم الآمنة صراحة نصار الواحد يخاف يطلع من بايته لأنه كمانا منشي جامع على أصوات سريعة كمانا يعني عبقربه كتير عنه نصاره ما بنعرف شو لازم نعمل وانا الدولة مانا أول مرة بس أنه مرسي دولة نشكركم على كل شيء نز بال وجر بعد في الأمن كتر خيركم أول من زمان الأمن بس يالله معلاش سامحينا المرة في انتظار أخبار مطمئنة عن مارك الأمل المرجو اليوم هو إعادة هيكلة الخطط الأمنية ليكون هدفها القبض على المجرمين لا إبعادهم عن الساحة بالوفاق لفترة معينة فسنوات الإجرام التي نعيشها برهنت أن الأمن بالطراضي ليس بأمن أبدا بل بروباقاندا سياسية لا تخدم المواطنين أبدا